مسعى الدولة والعائلة الكبيرة للعميد الرامي لإعادة دمج الفروع الرياضية الثلاث عشر للمجمع البتروليب المولودية قد يكون مآله الفشل والفكرة يبدو أنها تسير نحو الإجهاض بالنظر للمستجدات الأخيرة التي أفرزتها الجمعية التأسيسية والتي لم يكتب لها الإنعقاد الأسبوع الماضي وكذا التصريحات المتناقضة لممثلي الطرفين والتي تبعث على الاعتقاد أن رغبة أنصار النادي الأكثر شعبية في الجزائر في استرجاع كل فروعه لن ترى النور فبعد رئيس المجمع البترولي الذي حمل نظيره للنادي الهاوي للمولودية مسؤولية تعديل بروتوكول نقل الفروع بقوله أن هؤلاء تراجعوا عن تقبل النقاط المتفق عليها مسبقا وصلنا إلى المقترح الذي كان أرض الأطراف كلها هو أن الفارقين يتمثلوا في الجمعية العامة التأسيسية هذه بخمسين عضو كل فارق بخمسين عضو وشركة سوناتراك تدخل بخمس ممثلين لها كانت اتفاق وإجماع وكانوا حاضرين من جهة نادي الهاوي مولودية الجزائر الرئيس يعني مسعود تركي وكل أمين العام عبود صالح بي تغير الخيطة يعني ولو يقول لك لا تبعوا القانون إحنا ندخلو خمسين خمسين هو تركي مسعودي يرد بقوة ويلقي اللوم على جماعة سوناتراك التي ترغب على حد قوله فرض منطقها ومشروعها الرامي لتهميش أبناء المولودية وإزاحتهم من سباق كورس الرئاسة نهائيا بالرغم من أنهم الأحقوا بذلك هي كتقول صالح تق، تقول جيس بي كتكون جيس بي تقول صالح ترق هذا التلاعب واللغز letzاء من يتظه فيه ويحبطو فيه احنا هذا انا فتناه وما نهضرش عليه صح إحنا وش نقوله؟ نقوله احنا خمس ساعة صالح ترق ورايم حتوة طف البي بي هنا قدامي ونقوله خمس ساعة صالح ترق يدخلوه في الخمسين داع جيس بي وخمسين وأنا نقول لك سؤال للمجمهور موية الجزائر ونصلح المسؤول المناصمة الجزائر قالهم علاش حبوا يزيدوا خمسة بشولوا خمسة خمسين ونحن خمسة ذهب الرجل الأول في النادي الهاوي لحد رفض أي تنازل لصالح قاعدة الخمسة أعضاء إضافيين في الجمعية العامة علاش ندير زيادة خمسة كرح نتايا كرح ليزيلك صالح للفغض ندير خمسة زيادة هذه هي اللوجيك لتكون هذا هو المنطق البروتوكول إذن وصل إلى طريق مزدود ولا مؤشر انفراج في الأفق ما عد في حالة تدخل السلطات العليا باقتراح مخطط تسوية يعيد الهدوء ويخدم مصالح كل الأطراف